أسباب هزيمة الجزائريين أمام الحملة الفرنسية الحلقة الرابعة عشر من سلسلة تاريخ الجزائر المعاصر السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأعطي المصدر ومرجع المعلومات أسباب الهزيمة تتمثل أسباب هزيمة الجزائريين أمام الحملة الفرنسية في الآتي أولا فساد واستبداد الفئة الحاتمة التغطية ومساهمتها الفعالة في تعطيل كافة التغطات الحية الجزائرية بواسطة احتجاء السلطة والثروة وسوء استخدامهما والطهاد الرعية والتنتيج بالعلماء والمصلحين والأحرار وتهميش الكافات حتى كان الانتشارية أنفسهم يدعون قبيل الغزو بالنصل الفرنسي لتثرة الخدمة عليهم بزعمهم ثانيا فساد الديح حسين 1818-1830 ميلادي واستبداده يتجل ذايته في ارتشاءه وحبه للهدايا وبناء إحارة للزينة الدعارة بالعاصمة ومنحي اليهود احتطال متاجرة بالحبوب والزرع مع الخارج وانعزاله عن الناس واشتداد ظلم الأطراق للجزائريين في أهده وأمره عام 1828 ميلادي بخن طايد الجيش السابق الآغيحي طريب حمدان خوجة الذي تصف المصادر بأنه أدفع طايد عسكر عرفته الجزائر في عهداء الآغوات والدايات وإسناده قيادة الجيش إلى صهره زوج ابنته الظالم وثقته الزايدة بقوته حسب شهادة حمدان خوجة وعدم استعداده الكافي لمواجهة الغزو الفرنسي وغير ذلك من الزوايا ثالثا إسناد القيادة العامة لصهر الداي الظالم المترف إبراهيم آغا الذي يصفه شريف الزهار بأنه مثله مثل الحمار لا يعرف إلا الأطل والنيتاح وتدير تتب ذايت القايد أخطاء قاتلة فلم يعد الدفاعات التافية عند السيد فرج ولم يحاول التصدي بحزم للفرنسيين حال نزولهم إلى البر حيث كان ممتنا هزيمتهم لإنزالهم الرجال قبل المؤنوى المدفعية في ظل رياح معاتسة لسفنهم أيام 14 و 15 و 16 يوليو خاصة وأن قوات بياليت الغرب قيادة خليفة البي حسن لم تكن بعيدة من هناك كما أنه لم يوزع المتافئات المرصودة للمتاتلين الذين يتون برؤوس العداد ولا المؤن والضخاء التافية على رجال الطبائل التي هبت للجهاد رابعا اختلال ميزان القوى المادية والبشرية والتنظيمية لصالح الفرنسيين فتضمت الحملة الغازية نحو 37 ألفا من القوات عالية التدريب والخبرة محتمت النظام والانضباط يدعم 72 مدفع ميدان و 82 مدفع حصار و 1870 مدفع مركبا في سفن الأسطول بينما لم يتجاوز تعداد القوات الجزائرية التي كانت موجودة في معصر استوالي صابحة المعركة حسب الباحث جمال قنان 30 ألف رجل فقط يفتقنون إلى التدريب والانضباط متعانة بالفرنسيين وإلى المدفعية التي تريطت في حصون العاصمة أما القليل الذي كان في استوالي فقط تم تدميره يوم 14 يوليو بقصم متفعية الأسطول الفرنسي فضلا عن نرس ذخار المتاتلين خامسا عراض الأغة إبراهيم عن خطة أحمد بايل التي نصت على إطالة أمد الحرب عطلة الإنزال الفرنسي ثم الانسحاب غربا نحو وادي مصفاران في حالة تحطط الإنزال ومن هناك يقوم الجزائريون إما بمهاجمة مؤخرة العدو وططع طريق اتصاله لاتصال بمراتبه إذا تقدم نحو العاصمة أو باستدراجه بعيدا عن مدينة الجزائر الاستطرافة وإحباط خطته إذا قرر تعطب القوات الجزائرية غربا خاصة أن الفصل كان صيفا حرا ليس من اليسير على الفرنسيين تحمله طويلا اللهم صلي على المحمد وعلى المحمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما بأكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد